السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهديني الكرام تمنى تكونوا بخير والأخير وأحوال طيبة قبل البداية نتمنى أنكم تعاونوا للقناة بالاشتراك والتفاعل للفيديو وشكرا لكم كشفت صحيفة الكيبلو فرنسية يوم الاثنين عن تشكيلة مثالية للجولة 14 من الليج 1 ولشهدات حضور مغربي وضمت تشكيلة مثالية للصحيفة الفرنسية النجم المغربي أشرف حكيمي بعد تألق ديالو والمساهمة ديالو انتصار بباليسان جرمان على فريق لهافر بهدفين دون رد في الجولة المترمة واخترت لكيب أشرف حكيمي كأفضل لاعب في المركز ديالو بالجولة الماضية من الدوري الفرنسي بعد المسواد جيد والذي جعله من اللاعبين أصحاب الإضافة للمباشرة بباليسان جرمان في المباراة ويبقى المسواد الأشرف حكيمي مع المدرب لويس إنريكي أفضل نسبيا من الموسم الماضي بعدما جرى تقييده سابقا في الواجبات الدفاعية رغم التمييز ديالو في الهجوم تحدث الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب نادي أولمبيك مصري يعني أداء اللاعب ديالو عزيزة الأنحي في مباتريل لحساب الجولة 14 من الدولة الفرنسية وقاد أنحي الفريق الجنوب الفرنسي في الفوز على الرين بهدفين بهدف سجله في الشوت المباراة الثاني وقال غاتوزو في ندوى الصحفية التي تلت المباراة أنحي يمكنه أن يفعل ما هو أفضل إنه يتميز بإمكانية فنية رائعة رأيناه من خلال هدف الذي سجله وتابع القول ديالو يجب أن يكون أناحي أكثر عدالة مع الكرة وأنا أتوقع منه المزيد لم تعجبني فترته الأولى وفضلت الثانية خضع حسين الشحات لنجم الأهلي تحقيقات قضائية يوم الاثنين في النيابة العامة بسبب وقعات اعتدائية المغربي محمد الشيبي لعب بيراميز في لقاء الفريقين بالدوري المصري في الموسم الماضي واعتد الشحات بصفع وجه الشيبي عقب لقاء الأهلي وبيراميز يوم 23 يوليوز الماضي بالدوري المصري وقال مصدر مقرب من اللاعب الشحات خضع للتحقيق لسماع أقواله في النيابة واللعب أكد أن ما حدث عصابية داخل الملعب وتم الاعتدار عن الواقع بعد اللقاء مباشرة وما تم تسجيله بالصورة وأشار إلى أن الشحات غادر مقر نيابة بعد الانتهاء من سماع أقواله في هذه الواقعة مؤكدا أن الفريق القانوني لنجم الأهلي يتابع القضية خطوة بخطوة وواتق من قوة موقف اللاعب ونبقى في جديد أخبار محترفي لمغاربة حيث يخاطط فريق السيميل الإيطالي لتدعم خطوة وسط الفريق بداية من فترة الانتقالات الصيفية ويضع ضمن قائمة لعبي المرشح لحمل قميسي الروسينيري اسم الدولي المغربي سوفيال مرابط لعب مانشيستر يونيزيد الإنجليزي ووفقا لصحيفة وينوين فإن مسؤولي ميلان يتابعون المرابط كواحد من الأسماء التي يمكن أن يتم التعاقد معها في المركات الصيفي القادم وأشدد المصدرات على أن الفريق الإيطالي يريد التعاقد مع مرابط لعلمه بإمكانيته الفنية والبدنية في المكز وسط الميدان الدفاعي الذي يعاني منه الفريق هذا الموسم وأشار التقرير إلى أن إدارة إمبوري بدورها مهتمة بالنجم المغربي في المركات الصيفي إضافة إلى رغبة فرنطينا في الاحتفاظ به بعد انتهاء إعارته إلى مانشيستر يونيزيد الإنجليزي يذكر أن صاحب 27 سنة انضم إلى مانشيستر يونيزيد على سبيل الإعارة في فترة الانتقالة الصيفي الماضية قادما من فرنطينا الذي يمتد عقده معه إلى صيف سنة 2025 تحدث لعب منتخب الكونكو الديمقراطية سامويل موتو سامي عن نسخة مقبلة من كأس أمم أفريقيا 2023 مؤكدا أن المغرب يبقى المرشح لتحقيق اللقب وقال موتو سامي في تصريح لموقع فوت أفريقي المنتخب المغربي كيبقى هو المرشح الأبرز لتحقيق النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا المقامة في السحي العاج وأصر لعب ننت الفرنسي بأننا نعلم أن المرشح للفوز بالكأس الأفريقيا هو المغرب لأنه يمتلك منتخب قوي جدا خاصة بعد المستوى الذي قدمه في كأس العالم ويتواجهة المغرب في المجموعة السادسة من كأس أمم أفريقيا 2023 التي تضم كل من تنزانيا زامبيا والكونكو الديمقراطية أكد اللاعب الدولي المغربي حاكم زياش أنه كان يرغب في العودة إلى الفريق ديالو السابق آيكس أمسردام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن النادي الولندي أبدأ استعداده لضمه فقط بنظام إعارة من تيلسي الإنجليزي وقال زياش في مقابلة مع موقع فوتبول انترنسيونال الولندي وجدت السعادة مرة أخرى في غلطة ساراي أستطيع أن أكون على طبيعة يوناء وأشعر كأنني أظهر مرة أخرى بدأت أستمتع بكرة القادمة مجددا الآن أشعر كأنني زياش القادم أردت مساعدة آيكس وكنت أرغب في العودة لكنهم أرادوا فقط استعارتي ولسا شراء عقدي يشار إلى أن غلطة ساراي تعقد مع حاكم زياش بنظام إعارة في المركات الصيف المنصريب مع أحقية شراء عقده من تيلسي مججانا هذا وقد تحدث الدول المغربي حاكم زياش لعب غلطة ساراي عن تجربته مع فارق تيلسي الإنجليزي قبل أن تتم إعارته للنادي تركي وقال زياش في مقابلة مع موقع فوطبو الأنترنسيول المنضي كان لدى تيلسي الآن لعبين جيدين لخلق ثلاث فرق أخرى وفي مرحلة معينة فقدت صبري إن اختيار أربع اللاعب لفرق واحد وهو ببساطة أمر أكثر من اللازم ويتير المشاكل لعبت كأس العالم رائعة مع بلدي المغرب في العام الماضي وكنت في حالة جيدة وحينما عدت إلى تيلسي بعد المونديال لم يسمح لي باللعب وطلبوا مني التحلي بالصبر لكن بعد ذلك نفد صبري كنت أرغب في مساعدة فريق آيكس أمستردام وأحببت العودة لكنهم أردوا فقط إعارتي وعدم شرائي من فريق تيلسي الإنجليزي يبصم الدول المغربي يونس عبد الحميد مدافع ريمس الفرنسي على مساويات مميزة مع الفريق ديالو خلال المباراة الأخيرة جعلته يتصدر إحصائيات مميزة للنجوم العرب في الدوريات الخمس الكبرى ووفق لموقع سوفا سكورد الخاص بالإحصائيات والأرقام فإن يونس عبد الحميد يتصدر تطيب قلوب الدفاع العرب الأكثر سيزع للكرة في المباراة في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم ويأتي عبد الحميد ناجم ريمس الفرنسي في هذه صدرات الإحصائيات بمعدل ستفاصيلة 6 مزبوعا بجزائر رامي بن سبعيني ناجم بروسيا دورتمون الألماني بمعدل ستفاصيلة 5 ثم النجم المغربي نيف أكراد المحترف في صفوف ويستهم اليونسي الإجليزي برسيد 5 ديالنوقات وشهدت إحصائيات تواجد المغربي شادي رياض لعب ريال بيتيز الذي فرض نفسه ضمن القائمة برسيد 4 فاصلات سعود بالإضافة إلى المغربي عبد الكبير عبقار لعب ألافيس والتنسي منتصر طلبي لعب لوريان الفرنسي بـ 4 فاصل 4 وجزائري عيسى مندي لعب فياريال 3 فاصل 6 ويأتي تألق يونس عبد الحميد في وقت لا يزال ويدرقراجي يتابع النجوم المغربي في مختلف الدوريات قبل الحسم في القائمة النهائية المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة بالكودفوار تتجه إدارة أولمبيك مارسيليا إلى تكليف الدول المغربي السابق من نادي بنعطية بمهمة أولى بعد تعيينه كامبوستاشا الرياضي للنادي الفرنسي ووفقا لما أورده موقع لوديس بورد فرنسي فإن إدارة نادي أولمبيك مارسيليا كلفت بنعطية بالبحث عن خليفة المدرب الإيطالي جينارو قاتوزو بعد شهرين فقط من تعيينه مدربة للفارق هذا هو باشرة بنعطية فعليا عمله للبحث عن المدرب جديد طبيعي وتحقيق النتائج الإيجابية بعدما فاشل قاتوزو في تحقيق مبتغى النادي الفرنسي ويحتل أولمبيك مارسيليا المركز 12 في ترتيب الدول الفرنسي برصيد 14 نقطة جامع من ثلاثة الانتصارات وخمسة دية تعادلات بينما تلقى الهازمة في أربعة دية المناسبات هنا أبقى في جديد أخبار المنتخب الوطني المغربي وجديد ملف اللعب المغربي إبراهيم دياز حيث أكد لويس ديلافوينتي مدرب منتخب الإسباني آخر خروج إعلامي له أن اللعب إبراهيم دياز يريد حمل قميس لاروخا نافيا بذلك الشائعات التي ترددت في الأشهر الأخيرة بشأن إمكانية تمتيله المنتخب المغربي وخلال حضوري حفل قرعة كأس أمم أوروبا يورو 2024 يوم السبت سئل ديلافوينتي عن دياز وقال بالنسبة لي لا يوجد أي جدال أعلم أن إبراهيم يريد اللعب لإسبانيا هذه هي الأخبار التي وصلتني إنه إسباني الأمر يتعلق بما إذا كنت سأوجد له الدعوة أم لا المسألة تتعلق بالرغبة رغم كل الظروف سواء تم استدعائه أم لا أعلم أنه يريد أن يكون معنا وأصبح إبراهيم دياز في الآوينة الأخيرة يشارك مع الفريق ديال ريال مدريد كما استطاع يوم السبت تسجيل الهدف الأول للضغر الناطا التي انتهت النتيجة بجوزة صفر في الدوري الإسباني لصالح فريق ريال مدريد